تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان تضمنت القافلة تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وأصار في العلاج للمواطنين بالمجان في إطار التوجيهات الرئاسية لتحسين حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان بنشتغل في القافلة العلاجية بمدرية شون الصحية وأسوان تابع مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة النهاردة القافلة الطبية في قرية الجزيرة بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها بتصرف الأدوية مجانة من صيدلية تابعة القافلة الطبية القافلة استمرت أعمالها على مدار يومين بمشاركة سمانية تخصصات لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعاء اللازمة مع صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القافلة بتقدم خدمات علاجية كلها مجانية من أول كشف لغاية صرف العلاج وأنا بالنسبة لي بدوري بقوم بتحليل عندنا معملين معمل طفليات جوة في الجمعية ومعمل الدم هنا في العربية معمل الطفليات بيكشف عن تحليل اليورن والسطول بالكامل وبالهارسيا لو في بالهارسيا ومعمل الدم هنا بيكشف عن نسبة الهيموجليبين الأنمية أو السكر التراكومي أو الدهون والكروسترول القوافل الطبية شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبية على عدد كبير من أبناء قرى محافظة أسوان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات هنا أهالي القائلة كلهم كشفوا النهاردة وكشفوا مبارح سبعة وتمانية أربعة عشرين أربعة وعشرين كان في عدد كبير من المواطنين في خدمة ممتازة بنشكر الدكاترة وضغم التبرير على أدائهم المستمرة ودعمهم المستمرة لأداء ممتاز لكشف على أهل المنطقة إلى ذلك تتواصل أعمال القوافل الطبية في مختلف محافظات الجمهورية تحت مزلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ترجمة نانسي قنقر